مرحب بكم مرة تانية وخلاص بدأ العد التنازلي لنتيجة امتحانات السنوية العامة كل دلوقتي الطلبة مستنين يعرفوا النتيجة امتا وكمان بيسألوا على امتحانات القدرات الخاصة ببعض الكليات الليها طبعا امتحانات قدرات لكن المعلومة الاكيدة ان الامتحانات الخاصة بالكدرات تم يعني مد المهلة الخاصة بيها لحد يوم 3 اغسطس اذا الايام اللي جاية هنستنى النتيجة ومستنين نعرف هل التصحيح خلص مخلص طيب امتحانات القدرات لسه الناس لو مش عارفة تعمل ايه علشان تدخل الامتحانات دي طيب هل كل الكليات لها امتحانات قدرات ولا فيه بعض الكليات وهل اختلفت السنة دي عن اي سنة تانية يعني هنتكلم على الفترة الانتقالية الخاصة بطلبة السنوية العام مش عارفة يكون موجود معينا النهاردة الدكتور محمد عبدالعزيز الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جمعتين شمس اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك يا دكتور يعني لسه ما تحددش المعاد بالزبط امتة لكن خلاص على واشك خلاص عد تنزولي عد تنزولي لكن التصحيح انتهى دكتور طنبو دي يعني اه التصحيح انتهى لبعض المواد والامتحانات اه طبعا بس بعملت رازد بقى ومراجعات وكده فالفترة دي فترة يعني دي ممكن اهم الفترة اللي فاتت يعني التصحيح بيتمى بس انتعافها هاركت تصحيح دلوقتي الالكتروني فما بيخدش وقت يعني بقى سريع دي فيه الاسئلة المقالية دي اللي زادت يمكن مختلفة الالكتروني برضو بس بيعتمد على ان فيه مصحح بيراجع الدفس الاجابة بتاعت الطالب على التابلت برضو يعني بيتبعت له بيتبعت للمصحح بحس ان هو بيبقى عنده الاجابة بس السؤال المقالة السنة دي مش مش فيه كلام كتير يعني بتبقى الاجابة سطر نص سطر كلمتين فبيبقى سهل اقوى على المصحح ان نعملها يعني طب وبالمناسبة دكتور تقييمك ايه الامتحانات السنة دي لدخول الجزء المقالي في الامتحانات ورصدك كده للمواد كان فيه مواد عليها قلق زي الكيميا والطلبة اعترضت يعني تقييمك ايه بصفة عامر والله بصي هقول لحرك حاجة بالنسبة للمواد العلمية يعني اصلا انت لو تركتي المسألة للطالب ان يقول رأيه فيها هتبقى فيه اشكال احنا عملية تقييم الامتحان تعتمد على الخبير اللي هو المتخصص في المقرر فهنا بقول لحركة بالنسبة للمواد العلمية يمكن حركة شفت انا كنت حركة عرضة من شوية نتائج بعض الكليات ويمكن كان فيه برضو لغة الاسبوع اللي فات عن كليات الطب فيه كليات طب قنى وفيه أسيوت فيه مشكلة في النتائج وتقريبا نقدر نقول ان دي حاجة عامة في كليات العلمية بصفة عامة فيه مشكلة فيه مشكلة كبيرة بالنسبة للنتائج الطلبة بسنة أولى بالذات احنا النهاردة بنتكلم عليك وليه أدبية انا بنقل يعني بنقل المشكلة جاي منين ان الطلبة بيتخضوا او بيتاخدوا قوي لما يقول لك الامتحان بتاع المادة العلمية بتاعتي الكيميا او الفيزياء او الرياضة او الاحياء جد صعبة ايه مش صعبة هو امتحان مبني على معايير المعايير ايه انا دلوقتي الطالب اللي هو هيمتحن المادة العلمية ده المفروض انه هو مؤهل ان يخش كلها علمية لكن يا دكتور الوزارة كان ليه رد فعل وقالت ان هيكون فيه تشكيل لجنة وفيه خطوات بالفعل اخرتها بعد اعتراض الطلبة هو شيء طبيعي طبعا لما الطالب هيشتكي اكيد فيه لجنة بتقيم وتشوف الامتحان لكن اعتقد ان ما حصلش ايه حاجة يعني النتيجة ان الامتحان زي طبيعي جدا فيش ايه مشكلة الامتحادات كانت يعني معيارية يعني مش شاف ان كان فيه حاجة صعبة هي المشكلة في ايه هقول له حركة المشكلة في ايه المشكلة ان الطالب متعود على نوعية معينة من الاسئلة هو اتفاجئ بمسألة انا داخل الامتحان ومتوقع يجيدي سؤال في الحياة تدي احنا بنقول لهم وياريت الكلام ده موجه بقى لولا الامور اللي كان فيه عندهم حد في سنة وعامة السنة الجاية مسألة السؤال المتوقع دي خلاص مسألة انتهت ما بقاش فيه حاجة اسمها سؤال متوقع انا المفروض ان المنهج بتاعي قائم على مفاهيم المفاهيم دي انا بامتحل فيها الطالب فانا كواضع امتحان لي الحرية المطلقة ان انا حط السؤال بشكل معايد المهم ما يكونش خارج عن اطار المنهج يعني انا بتحرق في اطار المنهج ولكن بطريقتي اسأل فيه المفهوم اللي الطالب المفهود يكون عرفه المشكلة ان دروس خصية اللي بتاعي مشاكل دي هي دي هي دي اللي بتروج لهذه المسألة خلينا ننتقل بقى لامتحانات القدرات والسنة دي الناس بتسأل هل الامتحانات مختلفة عن اي سنة تانية يعني فيه كليات جد فيها موضوع امتحانات القدرات او كليات تانية تلغى فيها يعني هل يقول لنا ايه الجديد السنة دي حول امتحانات القدرات امتحان القدرات شوفي حراكة اصدية بتبقى خضعة للليحة يعني كل كلية لها ليحة محددة هي اللي بقناقا عليها بتحدد اذا كان الطالب اللي هيجيني يتعمل لامتحان قدرات او لا فهي يعني المسألة كلها مستقرة دلوقتي على الكليات اللي هي زي كلية الفنون تطبيقية كلية الفنون الجميلة اللي هو ده الشيء اللي متعرف عليه كان الاول فيه بعض الكليات زي كليات الاعلام بتعمل امتحان قدرات ففيه بعض الكليات لقيت هذا الكلام وبقت المسألة معتمدة على المجموع بتاع الطالب ودخوله القسم اللي هو راغب فيه بناء على تنصيق داخلي فهو برضو في يعني أنا أنتازل فرصة وكلم في الجزئية دي إحنا عايزين الطالب اللي يروح يقدم في كلية معينة بتعتمد على القدرات لازم يكون هو فعلا شاعر جواه وحاسس بقدراته أن يقدر يمتع في كلية دي لأن في بعض الناس بيعملوا إيه تعرف حرك برضو المسألة بقى فيها تجارية يعني فيها مسألة تجارية في بعض المراكز بتعمل دوراته وكلام زي كده ماشي انت بتعمل دوراته بتغششه طب وهو بعد ما هيخش كلية المفترض اسمها قدرات قدراتي يعني إمكانيات عندي أقدر بعد كده أستغل إمكانياتي دي في ضوء الدراسة العلمية اللي أنا أخذ داخل الكلية عشان أقدر أفلح بعد التخرج يا حريك ضد فكرة أن الطالب يستعد لامتحانات القدرات عن طريق المراكز دي أو عن طريق الكرسات اللي بالشكل دي بكل تأكيد بكل تأكيد لأنه لما يخش كلية قدراته هتكتشف بعد كده يعني زي الطالب اللي هو اعتمد على وسيلة ما من الغش أو غيره ودخل كل التب هو ده ضد قدراته هيكون نتيجة إيه؟ أنه هي حصل هيجيب نتيجة سلبية بعد كده هتيجي في أول سنة يجيب درجات وحشة جدا والسنة لبعد وبعد كده تفصل من الكلية يقوم يدرع كلية تانية ضيعت من عمرك قد إيه؟ لا لازم نغير الثقافة دي لازم نغير الثقافة لأولادنا نقول لهم أنت عشان تخش أي كلية لازم تتأكد حتى لو كلية ما فيهاش امتحان قدرات لازم تتأكد بالفعل أن إمكانياتك وقدراتك تتمشى مع الكلية الداخل عليها ودي مهمة جدا قبل السنوية العامة بتوعلى النتيجة بتاعته الامتحانات بدأت بعد امتحانات السنوية العامة مباشرة صحة امتحانات الكدرات وزي ما تم الإعلان ممتد لحد 3 أغسطس طيب عدد المتقدمين تقريبا قد يا دكتور ده ما حسب نهاش يعني أصلي بتتوقف على دي بقى تجيبك قاعدة البيانات دي من الكلية ذات نفسها يعني فيه كم طالب تقدم وفيه كم طالب نجح وفيه كم طالب ما نجحش يعني دي محتاجة طبعا إحصائيات من الكلية من داخل الكلية لكن في العاية بيكون فيه أقبال كبير على الامتحانات دي في الفترة الأخيرة خلينا نقول هو أخرج في حاجة بس هو الطالب اللي يخش امتحان القدرات لازم يكون هو في الأصل في سنوية عامة دخل الامتحان قدرات يعني ما نفعش واحد يكون داخل مخلص سنوية عامة وهو ما دخلش امتحان قدرات أصلا وبعدل راح يقدم فيه القدرات بتاعت الكلية أنت عفوها ريكي امتحانات قدرات بتاعت الكلية دي قصة تانية احنا نتكلم على الكلية آه ما أنا بقول لحضرتك لازم يكون هو أساسا دخل قدرات في يعني مثلا واحد دولت عايز يخش كليلية تربية فنية آه لازم يكون خد أو خاد امتحان القدرات في السماوية العامة ما فيه حاجة زي كده يعني لابد يعني حاجة بتقولنا أن فيه أكتر من امتحان قدرات فيه امتحان خاص بالسماوية العامة ذات نفسها وبعد كده فيه امتحان في الكلية في القبول داخل الكلية احنا نحن 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 نتكلم على الكلية خلاص مرحلة السماوية العامة دي خلاص لو فيه طالب رصب في امتحان القدرات في السماوية العامة ما ينفعش يقدم في القدرات تحت الكلية غالباً الأرقام حوالي 90 ألف طالب وإحنا نتكلم في السنة دي 700 ألف طالب في السنوية العامة أو ما يقوم من ذلك فحريك شايف إن ده رقم مش كلهم يخشوا طبعاً وفي عدن فيه كمان اللي هو التعليم الخاص ما بيخشش كلية الحكومية بيضطر يخش تعليم برضو ما فيه كليات خاصة برضو بتعتمد على القدرات بس ده تعليم خاص بقى ربحي وكلام زي كده الكليات الخاصة ما بتكونش بتطلب أن الطالب يدخل متحان كدرات لو هو طالب كلية يبقى فيه متحانات خلينا نروح للتنصيق ودور مكتب التنصيق في الفترة الحالية الخدمات اللي بيقدمها للطالب بما إن برضو في بعض الطلبة مع أنهم مش إخوات كبار فمش عارفين التجربة عاملة إزاي فعايزين لسه يتعرفوا على المعلومة قبل ما موضوع التنصيق يبدأ ويتزنقوا بقى في الوقت والكلام ده كله مكتب التنصيق دوره إيه لا أصلا هو دلوقتي هو ما فيش مكتب تنصيق إحنا كنا زمان أيام ما كنا الطلبة سريعة ما كنا بروح مكتب التنصيق ونجيب الطوابع ونلزق النهاردة المسألة بقت كلها إلكتروني يعني هو الطالب بيخش على الموقع الإلكتروني من خلال كود معين بتاعه ورقم الجلوس بتاعه ورقم الكودي بتاعه بيخش يسجل بياناته فبيبان قدامه الكليات المتاحة يعني لو فيه كلية مش متاحة بالنسبة له مش هيتبان قدامه على الشاشة تمام فهو بيحدد الكليات اللي هو عاوزها بس أهم حاجة أنا عايز كل طالب وهو بيختار الكليات بتاعته هو بيرتبها بإعناية يعني ما يعملش إرسال نهائي إلا ما يتأكد بالفعل إنهم رتبها ترتيب صحيح لأن بعد ما بيرتبها وييجي بعد كده تعلن نتيجة ويقولك أنا عايز أحاول بنخش في مشكلة تاني بقى يعني ياريت يكون حد معه يكون حد بروفيشنال يعني ياريت يلجأ أكيد في محيط كل أسرة في حد بيعرف لكن ممكن يستعين بمكتب التنسيق برضو في الموضوع ده ما مش يلاح حد هناك يعني دي أصلاه كله الإلكتروني دلوقتي يعني عشان يروح هناك دلوقتي بقت مسألة إلكترونية يعني هو لازم يعتمد على حد يكون قريب منه يساعده في كده ممكن المدرس بتاعه يعني حد يكون وثق فيه حد من محيط الأسرة حد من قريبه حد من أصحابه من أصدقاءه اللي هو يسق فيهم وهكذا ويعني ياريت برضو يكتب الرغبات دي في ورق خارجية قبل ما يسجلها ويشوف فيها يرتبها إزاي أنا عايز إيه قبل إيه وهكذا يعني لأن فيه طلبة بعدها بيكتب الرغبات بتاعته وتطلع النتيجة يقولك يا نسيل أنا مفوت كتب كذا ياريتني كنت كتبت كذا بيخش في متاهة فترة التنسيق تريبا بتوعه تقدي إيه والطالب يبقى عنده قابلية التعديل فيها لحد إمتى هما بيعلنوا يعني هو بيكتب التنسيق بيعلن أن الفترة المتاحة من كذا لكذا وأحيانا لما بيكون فيه ضغط اللي أنت عارفة النت ممكن يقطع معاه يعني فيه ظروف أحيانا بيكلم عن حاجة إلكتروني ففيه مشاكل يعني فلما بيبقى فيه حاصل الكلام ده والمكتب بيستشعر هذا الكلام سعب بيمدها ممكن يوم أو يومين على حسب الظروف يعني يعني كل سنة بنسمع ممكن مرحلة أولى يمدها يوم أو يومين وهكذا سيف الأغلب بتكون حوالي أسبوع أو عشر طيئ تقول لها أسبوع بس سعب بيمدها سعب بيمدها يوم أو يومين على حسب برضو الظروف يعني يعني إذا وجدوا أنه هو برضو بقى عارف عارف هو معاه قاعدة بيانات وعارف الطلبة اللي هما يستحقوا الدخول المرحلة الأولى كم ألف مثلا فإذا لقى أفقاعدة البيانات اللي متسجل أقل من الرقم اللي عنده بيقولك لا يبقى فيه ناس ما دخلتش طيب مدها يوم كمان ولا حاجة عشان يدي فرصة لغير يقدر يقدم جميل وبعند في الآخر بيعمل فترة برضو للمتخلفين عن التقديم يعني بيجي بعد المراحل ما بتخرز بيقولك الناس اللي هما تخلفوا عن التقديم بس مش هيكون في مكان في الكلية لو هو كان عايز كلية معينة عليها إقبال كبير أعتقد بيدون فرصة أعتقد بيدون فرصة أعتقد بيدون فرصة طيب نرجع مرة تانية لامتحالي الكدرات يتبقى المشكلة معلش بدون قطع كم حركة بتاقي المشكلة مش في التوزيع اللي هو التوزيع العام للكليات اللي بيتخلف ده بيبقى عنده مشكلة إذا كان رايح كلية فيها تنصيق داخلي بتاقي مشكلة يعني في الغالب لو هو تأخر في مسألة إنه هو يسجل بياناته بعد المرحلة التالتة ما خرصت مثلا وبعدين كان متخلف لأي سبب من الأسباب وبعدين قدم وجات له كلية من كليات اللي هو كان يستحقها مجموعه لو رايح كلية ممكن يكون فيها توزيع داخلي أو تنصيق داخلي ممكن يعاني المشكلة يقول لها خلاص إحنا استكفينا في الأقسام بتاعتنا نخش بقى أقسام يجبر على أقسام تانية اللي بيحصل أحيانا طيب خلينا نتكلم مرة تانية دكتور على امتحانات القدرات مين اللي من حقه يدخل امتحانات القدرات السنة دي يعني مين الدفعات اللي تقدر تدخل في امتحانات القدرات وحريك يمكن قلت أن الطالب اللي شايف نفسه في الأول يعني في بداية كلامنا عنده ميول للنوع ده من الدراسة مش ميوله بس يكون عنده قدرات لأنه ممكن يبقى بيال لحاجة معاينة لكن قدراتي مش مساعداني أنا بحب الفن لكن هل لازم دفعات السنة دي فقط اللي تدخل امتحانات القدرات ولا ممكن خريجي الدفعات السابقة في السنوية العامة يلطحكوا بامتحانات السنة دي بتتوقف برضو على لاحة كلية كل كلية لها لاحة بتحدد هذا الكلام يعني اللي واحد دخلية لكلية اللي بتحدد مين اللي هيخش امتحان القدرات السنة دي بس يعني أنا في اعتقادي أن في الغالبية العظمة بتعتمد على السنة دي وإذا كان في حد من السنة اللي فاتت ممكن لكن دي مش معلومه أكد يعني دي لازم يرجع لكلية ويسأل طيب ينفع الطالب يدخل أكتر من امتحان في أكتر من كلية امتحانات القدرات يعني هو يمكن مش دامن يجيب مجموع الكلية دي فيأمن نفسه يدخل القدرات يعني كلية تانية أعتقد دي مش متاحة أعتقد دي مش متاحة أعتقد دي مش متاحة لأنه تقريبا بيقدم صورة من الاستمارة بتاعتها أو الاستمارة أو حاجة زي كده فمعتقدش أنها متاحة يعني لازم برضو بقول حريك لازم لازم يتأكد قبل ما يروح يقدم في الكلية لازم يطلع الليحة كويس قوي ويعرف الكلية الليحة بيتمظم المساعدة دي ازاي هل هتتحلل الفرصة أنه يقدر فيه أكتر من الكلية ولا لا طيب النتيجة تقريبا بيعرفها إمتى يعني موضوع أنه هو تقبل بقى في الكلية دي أو لا وبرده عايزين نوضح هل شرط لو تقبل بناء على نتيجة القدرات يدخل الكلية دي ولا فيه بعض الشروط التانية اللي تقول ينفع أو ما ينفعش لا هو امتحان القدرات ده بيعتبر أول خطوة أول خطوة أن الطالب يقبل في هذه الكلية لكن هيبقى خاضع في النهاية للتنصيق برضو يعني نفترض أن فيه طالب دخل امتحان القدرات أيو نفترض الكلية مثلا بتاخد 90% وكانت نتيجة أقل من كده هو نجح في القدرات لكن مجموعه في التنصيق ما جابش مش يخش إذن احنا بنأكد أن مش شرط لو أنت نجحت في امتحانات القدرات تدخل الكلية دي لازم يتوفق الشرطين شرط أنه ينجح في القدرات بتاعت الكلية اللي هي عاملها بلاص اللي هو شرط المجموع اللي هو حدده مكتب التنصيق أعزين ندي لمحة كده برضو يا دكتور عن إيه الكليات اللي بتستدعي دخول الطالب لامتحان القدرات ويعني تقريبا ممكن يستعد لها زي لو مش هياخد كورس يعني إيه شكل الاستعداد هو أخداني القورس أنا بقول لحرارك أخداني القورس هو وسيلة مساعدة وسيلة مساعدة حتى يبقى عارف شكل الامتحان هيبقى إزاي لكن مش هو ده اللي هيخليك تنجح فيه ما بعد أنا أفترض أن أنت خدت القورس النهاردة وروحت كليه فنون تطبيقية أو كليه فنون جميلة يعني الكليات اللي هي أساسة وكليه تربية فنية اللي هي كليات اللي هي فيها امتحان قدرات بالفعل هو اسمه امتحان قدرات أنا بشوف قدراتك مش ميولك أنا بشوف ميولك مع قدراتك ما أنا ممكن أكون ميال أنا بحب الفن ميالي قوي لكن القدراتي ما بتساعدنيش فلو إن القرص نجحني ما أنا هخش جوه كلية كلية كلها معتمدة على العملي يعني مؤتمد أن أنا بعمل مشروعات بعمل منتج فلو إن أنا ما عنديش القدرات دي برضو هضطر وأنا في الكلية ألجأ لمراكز خارج وده بحسن على فكرة طب اسمح لي يا دكتور فيه ناس بتعترض أصلا على فكرة امتحانات القدرات وتقول طب ما الطالب داخل يتعلم ليه أختبره قبل ما يدخل ما هو داخل علشان يتعلم رأيك إيه في الموضوع دي لا أصلاحنا بنتكلم على مهارات يعني أي واحد عشان يقوم بمهارة لابد أن يكون هو عنده قدرات عقلية وقدرات جثمانية تقدر تخليه ينفذ المهارة دي ويقدر يعبالها أو يقدر ينميها الكلية هتنميه لكن لازم يكون هو عنده الاستعداد الأول وده الهدف أن يتعلم قدرات وإلا كان كله دخل كله دخم مسويا عما دخل الكلية لو عاوزها في الكلية الفنية في الحالة دي مش هينجح فيها يعني هو الكلية هي دورها إنها تنمي قدراتك لكن لازم يكون أصلا عندك القدرات دي وإلا ما كانتش تعملت لكن ما في بعض الكلية ما لهاش امتحانات قدرات على أي أساس بقى الكلية دي تنمي وكلية دي ما تنميش أنا أقول لها هو المفترض هو المفترض علميا إن أي حد داخل أي كلية لازم يتعمل له امتحان قدرات لكن إحنا موصلناش في الوقت الحالي موصلناش لدرجة الشفافية إن إحنا نعمل امتحان قدرات هرفترض دلوقتي إن أنا هعمل امتحان قدرات مؤهل لكلية الطب وهقول ده أساسي في التقييم ما أقدرش في الوقت الحالي اعتمدوا ليه؟ إحنا موصلناش لدرجة الشفافية اللي هدر نقول إن في امتحانات قدرات في كلية الطب هتبقى فير يعني إيه موصلناش لدرجة الشفافية وليه موصلناش لها في كليات الطب لكن وصلنا لها في كليات الفنو لما أحرك أصل كلية الطب أو كليات الأخرى أنا أقول أحرك لازم المفترض إن أنا بعمل امتحان قدرات مؤهلة لأي كلية لكن لو عملناها دي هتبقى مشكلة ممكن نعملها للتأهيل الكلية لكن ما تبقاش هي الشرط الاساسي بمعنى ايه هفترض دلوقتي ان فيه طالب عايز يخش كلية راغب ان هو يخش كلية علوم بلاش طيب عشان الاطباء ما يسعله كويس هفترض ان هو عايز يخش كلية علوم هو حابب العلوم وبيحب يتفرج العلوم او يحب يقرف العلوم لكن قدراته الزهنية قدراته الزهنية مش مساعدة في المسألة دي فانا هعمله امتحان مش الغارب من امتحان القدرات ان انا فشله الغارب من امتحان قدراته اقول له انت مؤهل المكان ده او مش مؤهل ليه عشان لو دخل ما يحصل لهش اللي بيحصل للطالب اللي بيرصبه دلوقتي وهم ممكن الطالب يجيب الدرجات عالية في السوال العامة لا ايه سامل اسباب دي مسألة محتاجة تحليل محتاجة ان احنا نشوف المشكلة جاي منين لكن هنفترض دلوقتي ان هو جاب مجموع بطريقة ما ودخل الكلية بعد ما دخل الكلية ماقدرش يكمل فيه معناه ايه لو انا كنت اعمله امتحان قدرات من الاصل اقول له والله انا بكتشف قدراتك وقال لك انت مؤهل لدي او مش مؤهل لدي كنت انا كده انقصته من انه يضيع من عمره سنة هل فيه دول يا دكتور في العالم كل كليتها علشان الطالب يلتحك بيها لازم يدخل امتحان قدرات لا لا هو نظام التعليم بيختلفة دي نظام تعليمية كل دولة تتبقى لنا نظام تعليم وفلسفة تعليمية مختلفة احنا يمكن وقتنا جري بشكل سريع دكتور يعني الوقت الحالي بيجري بسرعة خلينا نسأل حرك كده على نصيحة للطلبة في الوقت الحالي وللأسر وهما في انتظار النتيجة وفي انتظار انه ما يخدوا يمكن قرار صعبش وهي قرار اختيار الكلية تنصحهم بيه شوف احرك اهم حاجة وليه الامر ما ينزعكش من نتيجة اي ان كانت خلاص هو ابنك عمل اللي عليه وانت شايف والله اذا كان مقصر فيبقى فيه وسيلة علاجية فيها بعد في الجامعة بقى كويس او لو عايزه بقى يعيد ولا بتاعدي قصة تانية اما اذا كان هو حصل على مجموع معين انت كنت متوقع يجيب اعلى من كده او ما الى ذلك ما تعجزوش بقى خلاص هو ده اللي حصل ودي قدراته وده قدره في النتيجة بتاعته حاول بقى انك انت توجه ابنك في الاتجاه الصحيح ما تقولش مثلا طالب النهاردة جاب مجموع وليل ما يأهلوش لكليات بسمها كليات القمة ولو ان انا بعتقد ان القمة هي اي كلية طالب يخش فيها ويفلح فيها ويتفاق فيها هي قمة بالنسبة له لكن هافترض ان احنا هنسميها بالمسميات المتدولة كلية قمة ما جيش النهاردة طالب جاب 70% وقوله تعالى ده خلق طب خاص ده بالتأكيد هيبقى فيه مشكلة في المستقبل حتى لو حصل على بكروز طب كل خارجي الكليات الخاصة على فكرة هيعترضوا على الجملة لا انا بقول لها احنا بنتكلم علم احنا بنتكلم علم دلوقتي بنتكلم علم لان هو القدرات بتختلف الامكانات بتختلف لو دخلت طالب بـ 70% من سنوية عامة وبعدين روحت مدخله كلية من كليات الطب اللي هي بتاخد مثلا بـ 90% أو ما لذلك مؤكد فيه اختلاف القدرات ده شيء بلا شك احنا حركي النهاردة بتروح لطبيب بتتعالج عنده بتلاقي فيه طبيب أشتر منه القدرات بتختلف اذا دي نصيح لأولياء الامور للطلبة بايا دكتور فنصيحة لأولياء الامر ان هو يعني ما يسعاش وراء امل ابنه الا ما يتأكد بالفعل ان قدرات ابنه ماشي مع كده ممكن واحد يجيب بجموع أولياء في سنوية عامة هو قدراتك كويس لكن حصل ظروف دي قصة تانية بقى فأولياء الامر مهم جدا جدا في دعم ابنه وانه يرسم له الخطة صح بالنسبة للطالب هو يشعر بقدراته وعارف قدراته كويس جدا كل طالب عارف قدراته كويس قوي فأنا عايزك تختار انت خلاص وصلت لمرحلة نضوج يعني مش انت مش زغير انت سنوية عامة 17-18 سنة ودي المرحلة اللي بتتكون فيها التوجهات فانت اختار المكان او الكلية اللي انت شاعر جواك انها تحقق مستقبلك والنقطة التانية تصور انها تدخلت كلية بعد 4 او 5 سنوية من تخرجك هل سوء العمل هياخدك ولا دي نقطة مهمة يبحث ويدور بقى ويسأل الناس العاملين في هذا المجال يشوف اللي عاملين في هذا المجال يشوف يعني يسأل الناس اللي هم اكبر منه سنا يشوف الدنيا راحة فين دي مهمة قوي قوي عشان هو لا حد يبستقبله نتمنى طبعا لكل الطلبة التوفيق في المرحلة المهمة دي بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد العزيز الخبير التربوي وايضا الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس شرفتين الدكتور الله يخليك تاني نتمنى كل التوفيق لطلبة السنوية العامة وزي ما سمعنا كده من الدكتور نوي يبحث ويدور ويسأل مرة واثنين وثلاثة مش عيب أبدا انت بتختار يمكن مرحلة مهمة في حياتك فنبزل مجموط عشان نوصل بأكبر يعني قدر من يعني خلينا نقول التفكير والاتزان للقرار المناسب لسه حلقتنا مكملة مع حضراتكم بعد الفاصل هنقف شوية مع أزمة انقطاع طيار الكهرباء ولكن عندنا تساؤلات كتير قوي عن الأسباب وراء يعني الخطة اللي بتتبع الحكومة حاليا وإيه علاقة الطيار بالوقود أو بالغاز يعني تساؤلات كتير هنجيب عليها بعض الفاصل استنونا موسيقى 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 موسيقى